صباح الخير مكملين معكم بأجواءنا الصباحية من دنيا إلى دنيا ومنركز دائما على التعليم وعلى تميز الأردن في هذه المكانة التعليمية اليوم نتحدث عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة التي تنافس عالميا اليوم معنا بلقاء خاص عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة دكتور عماد الفحماوي أهلا وسهلا بك دكتور سعد صباحك وأهلا وسهلا دائما نفتغ خير بكل صرح تعليمي مميز بالأردن وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة هي من ضمنها وخصوصية أيضا كلية الفنون والتصميم نتحدث عن هذه الكلية صباح الخير لكم ومشاهدكم الكرام صباح الإبداع والابتكار والتجديد حقيقة كلية الفنون والتصميم وجامعة العلوم التطبيقية تأسست بالـ 1992 الكلية تقوم على صناعة التصميم من خلال تحويل الفكرة إلى رؤية ومن ثم تحويلها إلى واقع ملموس نحن لا ننظر للتصميم كمهني فقط لا هو عبارة عن لغة إبداعية هذه اللغة نحن نتعايشها يوميا متحدث فيها يوميا مثل تصميم الداخلي هذا الفراغ الجميل في الستوديو أو تصميم التطبيقات التي تتعامل فيها يوميا تصميم المحتوى التفاعل، تصميم الأزياء، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم العلامات التجارية نعم جميل جدا واليوم عم نتحدث كمان أنها بتواكب هذه الكلية بتواكب التخصصات الحديثة هناك أربع تخصصات في الكلية مزبوط صحيح يعني هذه تخصصات إحنا قبل ما نحكي تخصصات إيش مطلوب من الطالب اللي يحاب يدخل في هذه التخصصات؟ مطلوب منه أول شيء شغف، رغبة وإرادة نعم بعد هيك إحنا منقوم على عداد هذا الطالب بحيث يكون يعني مصمم، ناجح بقدر يعني ينخرط في سوق العمل بنجاح حقيقة إحنا عنا أربع برامج في التخصصات التصميم هذه التخصصات بتواكب سوق العمل جميل عنا تخصص تصميم الداخلي هذا التخصص إحنا يعني عبارة هو يعني معروف كعمارة داخلية بقوم على معالجة الفراغات الداخلية للأبنية السكنية والأبنية العامة الأبنية العامة إحنا بنحكي عن الأبنية الإدارية والتجارية والفندقية والمستشفيات هذه طبعا بنبثق منها أكثر من 8200 وظيفة هذا المصمم الداخلي بقوم على معالجة هذه الفراغات الداخلية سوق العمل طبعا في هذا المجال سوق واسع الشركات والمكاتب الهندسية شركات المقاولات ممكن يعني يشتغل في التصميم والتنفيذ ويشتغل في الإشراف ممكن يشتغل آزي فريلانسر لحسابه في عنا يعني تخصص برضو يعني واعد وتخصص جميل ولطيف اللي هو تخصص الأزياء والإكسسوارات نعم طبعا نحن بنحكي الآن عن تخصص في مجالين في نفس اللحظة حقيقة إحنا الآن في كلية الفنون إحنا بنرتقي في هذا التخصص من حرفة إلى مهنة مصمم من خلال يعني تطوير التفكير الإبداعي والتصميم للطالب بحيث أنه يستطيع يعني يحط حلول ابتكارية في المستقبل في هذا المجال نعم التخصص هذا في يعني خطة دراسية مكثفة أكثر يعني معدل 142 ساعة نحن بنحكي هنا عن بنرتكس فيه على التصميم الرقمي بشكل أساسي في هذا التخصص نعم طبعا نبدأ نحن بالرسوم يعني بالبداية برسوم الأولي والسكتشات ومبادئ وأساسيات التصميم ونروح ننطلق بعدين لموضوع نوصل فيه للإنتاج والتسويق والإدارة نعم برضو هذا السوق يعني العمل موجود فيه يعني إحنا بنحكي عن شركات التصميم الأزياء العالمية والمحلية ممكن نشتغل كمصمم كمنسق كمستشار في الأزياء أو نسويق وخصوصا إحنا عنا كتير قدرات وإبداعات في هذا المجال يعني إذا بنحكي عن برنامج دنيا يا دنيا إلنا فعليا 14 سنة بكل تقريبا موسم أو حلقة تطلع فيه عندنا مواهب رائعة جدا في موضوع الأزياء والإكسسوار حتى يعني إذا بدي يكون في عندنا نظر عام الأردن عندها صادرات بشكل كتير كبير من هذا المجال مجال الأزياء وأيضا الإكسسوار صحيح حقيقة يعني البيانات اللي صادر الأخيرة من غرف صناعة الأردن بتتحدث عن معدل مليار وثلاثمائة مليون صادرات في أول ثمن أشهر في الأردن رغم أننا بنسمع عنه الركود العالمي صحيح وهم الآن بيتوقعوا يكون لأثنين مليار برضو عنا أكثر من ألف منشأة في هذا المجال الآن تتزايد تسعة وثمانين ألف عامل بيشتغل في هذا المجال واحد ثلاثين بالمئة فقط أردنيين فنعتقد أنه هذا يعني التخصص رح يكون واعد له مستقبل كبير إن شاء الله في الأردن وفي المنطقة ممتاز عنا أيضا عنا تخصص الديجتال ميديا أو الوسائة الرقمية وهذا تخصص مرتبط بقوة بكل المجالات بالضبط مع السوق الرقم المتنامي يعني هون إحنا يعني منعلم الطالب مهارات تصميم الابليكيشن التطبيقات المحتوى التفاعلي رسوم المتحرك ثونية وثلاثة الأبعاد برضو هون بقدر شرق كمان فريلانسر عنا التخصص المعروف لغرافيك ديزاين اللي هو متحدث يعني بقوم على تطوير الهوية البصرية للمؤسسات والشركات برضو هون يعني بشتغل فرص العمل في شركات الدعاية والإعلان بمواقع تصميم مواقع الإلكترونية تصميم العلامات التجارية برضو هون بقدر يشتغل بالفريلانسر كيعني يطلق شغله الخاص نعم أخيراً عنا إحنا برنامج الماجستير في التصميم الداخلي نعم أيضاً يعني غرافيك ديزاين تصميم داخلي الأزياء والإكسسورات وأيضاً الججة هذه كلها تخصصات تحاكي العصر أكيد ولكن إذا بنا نرجع للأهل شوي أو الفكرة التقليدي دائماً بقول لك موضوع التصميم والفنون ما في مواكبة لسوق العمل من خاف من فكرة الركود تخصصات مشبعة شو بتحكي بهذا الخصوص؟ يعني صراحة خلينا أحكي بهذا التخصصات التصميمية أتصور الخطر الركود رح يكون قليل جداً لأنه إحنا لما نربط التصميم والتصميم برتبط في التكنولوجيا والتكنولوجيا عم تتطور بطريقة سريعة جداً وعم نشوف الآن أبواب جديدة في موضوع التصميم مثل تصميم الواقع الإفتراضي تصميم الرقم المتسارع الآن تصميم AI من خلال الذكاء الاصطناعي صحيح شغلي ثاني إحنا التصميم عبارة يعني في هذه المجالات تخصصات فيها مرونة يعني إحنا بنقدر نشتغل زي ما حكيت أنه في مؤسسات وشركات وبرضو بيقدر يشتغل بشغله الخاص خاصة أنه هو مبدع ومصمم يقدر يعرض شغله بكل أريحية بالمناسبة برضو إحنا نظام الأبني في عمان 2021 سمح بممارسة مجموعة من المهن منها هذه المهن اللي حكينا عنها من خلال المنزل داخل المنزل برضو هو بقدر يعمل رخص مهن بحيث أنه يمارس هذه المهنة بأريحية بطريقة قونية يعقد التفاقيات يعمل العقود ويشتغل داخل أردن وخارج الأردن جميل وخصوصا أنت حكيت كل واحد لما بده يدخل هذه الكلية بده يعرف شو الشغف وين موهبته وكيف يسقلها هذه الموائمة بين تخصصات واستحداث تخصصات جديدة وسوق العمل كيف تشعر في الجامعة أنتوا دائما قريبين مما يحدث وعم بتجهزوا خرجينكم ليكونوا جاهزين للمجتمع للحياة العملية والمهنية يعني حقيقة إحنا نسمع دائما في فجوة بين العمل الأكاديمي والسوق العمل إحنا في السنوات الأخيرة في الكلية قمنا على تقليص هذه الفجوة من خلال عدة محاور وبدأنا فيها صراحة من أعضاء هذه التدريسية والمبتعاتين إحنا بهمنا يكون المبتعات وبهمنا يكون المصمم العضو هذه التدريس بيبتلك مهارات متميزة إبداعية وأكاديمية لكن إحنا الآن نعطي أولوي دائما في موضوع أن يكون عنده خبرة تصميمية عنده خبرة ميدانية عنده خبرة في ممارسة المهنة لأنه صراحة فاقد الشيء لا يعطي يعني أنا مستحيل أعلم تصميم وأنا ما مرس التصميم فهذا الشيء إحنا يعني تداركناه نقوم نعطيه يعني منولي أهمية كبيرة أنشأنا مختبرات تطبيقية مبتكرة الوحيدة في الأردن بتحاكي السوق مباشرة مثل مختبر اللاب مثيل اللاب مثل مختبرات الإكسسوارات وهي وحيدة في الأردن بالإضافة لأنها مجموعة من المرافق زي قاعة المعارض اللي بنعرض فيها مشاريع الطلبة وأشياء زي هيك برضو عنا نتحدث الخطة باستمرار مع شركائنا بنقوم على تحديث هذه الخطط مع شركائنا من الخطاع الخاص المصانع والشركات التصميم أرباب العمل واستطلاعاتهم عنا زيارات ميدانية باستمرار للمواقع اللي إحنا بنقوم على تصميمها بحيث إحنا نلامس هذا الطالب يظلوا على اتصال مع الواقع إحنا بنفتخر إحنا بتنظيم ملتقيات ملتقة تصميم الداخلي للسنة العاشرة على التوالي وهذا ملتقة مهم جدا إحنا بنقوم على دعوة جامعات مع طلابهم بنعرض مشاريعهم بنكون في عنا ندوات الندوات هذه فيها تحديات وهذه التحديات دائما بنناقشها مع عضاء التدريس مع المجتمع المحلي ونطلع إحنا فعليا في توصيات ونقوم على تغيير الخطة ونشوف إحنا موقعنا وين في هذا الموضوع نعم يعطيكم ألف عافية وإحنا نائما فخورين لأنه عم ننظر لهذه التخصصات بعين مختلفة لأنه هذه لغة العصر عم بيكون في عنا أفاق جديدة حتى بالوظائف القادمة وعن نتحدث أن جامعة علوم التطبيقية الخاصة هي حاصلة على أكثر من 20 اعتماد دولي ومحلي فيعطيكم ألف عافية دائما على جهوزكم شكرا جزيلا دكتور عماد نورت